السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كانت مننا ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولاعجبكم ما تنسوا الشاركوا في القناة والضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد اللي اجداد على القناة واللي قدام كان نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعليق الزوين اللي كتحطوا لي واليوم غدي نوجد معاكم واحد البريوش اللي كي يجي خفيف ببيضة واحدة وبرتقالة كي يجي من اروع ما يكون وهذا دب الوقت ديال برتقال نستغلوه بحلقات صيبوا به اكلات لولادنا وشهيوات ثم اشفتوا معايا كيفاش كي يجي خفيف وكي يجي طالع بسم الله انا عندي هنا واحد البول اللي غدي ندير فيه حبة ديال بيض زائد بيض ديال بيض والحبة الخورة غدي نحتفظ بصفار ديالها وكندير برتقالة كاملة كنحكها وكنعصرها وهد المحكوك بالمشور دياله بحلقة كندير النص دياله باش مكي يجيش مجهد كندير 400 ملي لتر ديال لما وكندير الخميرة بحل هاك الحسب الجو كنديرو حجو معالق ديال سكر سانيدة ميو عادي لواحد ستين جرام المعالقة هنا يكت تسوي ثلاثين جرام وكنخلط مزيان حتى كتتخلط لنا بحل هاك الخميرة وكندير واحد الكس ديال الطحين مايو عادي لـ 200 جرام وكندير هنا يوحدة ربع كس ديال الزبدة زبدة ديال الأكل وكندير الملح وغدي نخلطها مزيان مزيان حتى كتتنساجم تقيق بحلقة كي نساجم مع هاد الخالط كنخلطه بالفوي لاننا ديال بريوش حنا ياما كنحتاجوش باش نتلكوه كنخدموه بحل هاك الخر كيجي ساهل كيف ما قلت لكم كنقدرون نوجدوه هاك الوليداتنا وكننغطيها وكنخليها حتى كتتفاعل الخميرة وقعدها غادي نرجع معاكم هنا رجعنا لل الخالط ديالنا زدنا فيه كاس ديال الدقيق وغادي نزيد وحد الخميرة ديال الحلوة من حجم 8 جرام وكننخلط مزيان بالفوي كنزيد الكاس الثالث كنزيد نخلطها هكا بالفوي والكاس الرابع كندير النص دياله ما كنديرش كاس عمر كنبدأ نزيد بالتدريج باش نشوف القوان دياله كيندقيق اللي كيتشرب كينلي ما تيتشربش هنا رابده كيتشرب صافي كنزيد نص كاس ديال الدقيق وكنجمع الجوانب وكنزيد بحلقه كنتيها ونجيبها هكا بسباطولة كنبقى بحلقه كندلكوب بسباطولة ما كنديرو اللي يدينا لوالو هنا العجين دياله رابده كيجيب حل العجين ديال كيك الصافي غادي نغطيه كنا نخليها كي كتخمر بعد ما كتختامر غادي نرجع معاكم هنا را اختامرت غادي نجيب واحد للمول اللي كيدخل الفران وكندهلو بزبدة وكنزيد ندل عليه شوية ديال الدقيق وكنضيف النص ديال الخالق وكنسترحو بحل هكا من الجوانب ثم را شوحتو معايا را خفيفة العجينة وكنزيد هنا يا كندير شوكولا هنا كنديرو هكا عشوائي ما عليش وخاه هكا تقطع لنا ما شي مشكل لان اللي درناب المعلقة لان الخالق خفيف صافي كنزيد بحل هكا كن كنعصر هكا صافي كنصرحو بحل هكا بمعلقة كندهن بالزيد كنصرح شوية هادا الماضاق هكا الوليدات كيبغو الشوكولا وكنعود نزيد هادا الخالق من الفوق كنوزعو بحل هكا من اللول كنزيد نوزعو صافي كنغطي هالجوانب اللي كيكرو بحل هكا كفيم الشوكولا الفران ديالنا كيسخن على ميتين داراجة هنا كنديرو ميتين داراجة ما كنديروش مية وتمانين او مية وستين كتبغي العافية شوية تكون شوية مجهدة ما تكونش مجهدة بزاف وكنجيب واحد البيضة اللي هكا قدرتها بشوية ديال الخل وكنبدا بحل هكا كنضيف من الفوق يعني ما كنضغطوش عليهم زيان كنضيف بحل هكا كنغطيه بهد الاصفار ديال البيضة صافيو كنجيب هكا اللوز ايفيلي هنا كنديرو قدرو نديرو بحل هكا جنجلان ديرو اللوز ايفيلي نديرو كاو كاو نديرو اللي متوفر عندنا ماشي مشكيل صافيو كندخل الفران على درجة الحرارة ميتين وكنخليوها واحدة ربعين دقيقة او خمسة وربعين دقيقة يعني ما كتوجد كتطيب على خاطرها كنشعل عليها كمل تحت حتى كتطيب من تحت مني كتبقى ديك عشرة دقيقة للاخرى هي اللي كنشعل عليها هكا من فوق باش كتتتحمر لنا بحل هكا البريوش ديالنا من فوق وكتجي روعة روعة وعلبنات وكتجي خفيفة وجربوها وارضوا عليها في التعاليق راها كتجي من قلد ما يكون واقتصادية عب حلقة كتكون وجدناها الوليدتنا هكا في العشية او الضيوف ديالنا وكتجي كتتحمر لوجه هادي نوريكم القوام ديالها كيفاش كتجي وكتجي عالية بحل هكا وما تنسوش الى عجبكم فيديو ما تنسوش شاركو في القناة والضغطو على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلو بجديد اللي اجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعاليق سوين اللي كتحطو ليا وغادي نقطع لكم وحطر فبا غادي تشوفوه كيفاش كي يجي خفيف خفيفة البنات كتجي رائعة وسهلة في تحضير يعني ما كانحتاجوا لان عجنو لان دلكو لواله ما غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش دهير وهنا كنكون وكملنا معكم الفيديو وكنقول لكم صحة وراحة وما تبخلوش علينا بلايكات لي ولكم اللي يجازيكم بخير ما تبخلوش علينا هكا بتعاليق الجميل اللي كتحطو ليا راكت تحفزني باش كنزيد المزيد القدام وغادي نخليكم مع الصوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة